السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله مشاهدنا الكرام وعشاق هذا الفضاء والذي يواكب العديد من القضايا اخترنا لكم هذه الليلة ومن اليو افسي في نسختها المائة وتمانية وتسعون نزال قوي لم يكن يعتقد العديدين وخاصة من عشاق هذا البطل الذي سوف نعطي اسمه لا محل بعض لحظات انه كان الكثير من المنظرين والاخصائيين على انه سوف يكون فائزا لكن تجري الرياح بما لا تستهي السفن اذا بطل جديد في وزن الرشا نازل خلال الساعات الاخيرة البطل العالمي فولكا فونسكي أليكساندر فولكا نفسكي يمنى بهزمة تانية امام الاسباني الجديد والبطل الذي حقق نزالات لم يهزم من خلالها سوف نعود اليكم بعد قليل في هذا اللقاء وهذه التغطية الحصرية عبر قناتكم يوميات متقاعد ابقوا معنا مشاهدنا الكرام اذا النسخة 198 من يو ايف سي بطل جديد في وزن الرشا البطل الاستوري الاكساندر اذا البطل اليكساندر فولكا نفسكي يمنى بهزمة امام امام الاسباني اليافع ايليا توبوريا بعدما كان ان يعتقد البعض خاصة من الخبراء في مجال الامامية على ان اليكساندر فولكا نفسكي لن يهزم خلال هذا النزال القوي والاسطوري والذي كان نزال الليلة نزال رسمي وكان كما قلت يعتقد البعض على ان فولكا نفسكي لا يقهر لكن الجيل الجديد له رأي اخر بعد الاخفاقات والاخفاق التاريخي الذي مني به الاكساندر فولكا نفسكي امام اسلام مخشيف اخيرا تتولى هزائم هذا الاخير فولكا نفسكي وعلى يد الاسباني ذو 27 سنة بالقاضية يسارية خرافية حالته في سبات عميق ولم يشفع له تجسيده للقطة التي اراد ان يبرهن لمحبيه ولعشاقه وعشاق اللعبة ان اليكساندر هاروفسكي لن يهزم وان كان كبير السن مقارة مع المتادور اليا توبوريار الاسباني اليافع والذي مثله البعض بالبطل كونر ماكريغر في وزن الرشا الا انه ومن خلال تدريبته القوية يمكن الجمز مستقبلا على انه سيصبح من الابطال الذين سيحققون الافضل وبما انه غير مهزوم نهائيا برصيد خمسة عشر انتصارا بما فيه هذا الذي حققه امام بطل قوي اسمه اليكساندر فولكانوفسكي النزال الذي حضره جماهير غفيرة ومحبة للبطل التاريخي اليكساندر فولكانوفسكي حيث النزال في جولتين وقبل نهاية الجولة التانية باقل من دقيقتين وقبضة يسارية انهت النزال ودعت فولكا الى النوم ليستيقظ في ركنه على وقع الهزيمة التانية والاولى خلال هذه السنة اذا الجولة التانية وقبل نهايتها تنهي النزال وتمكن الاسباني والذي وصفه فولكا انه والذي وصف فولكا انه عجوز تمكن من ارساله الى كوكب اخر في دهشة غير متوقعة ولا محسوبة لمحبي فولكانوفسكي النزال وبعد سلسلة من التسديدات واللكمات القوية والسريعة والتي يمكن ان نقول على انها فاقت سرعة الصوت وبخطافية يسارية في وجه فولكا على الجهة اليسرى غابة عن الحدث وعن الحلبة وخلال الجولة الاولى وفي بدايتها تمكن ايليا توبوريا الاسباني اليافع من اصابة رجل فولكا منذ بداية النزال ومن هنا لحظ البعض على ان اندفاع وقوة الاسباني لا محل قد تعطي اكلها في احدى اللحظات وهذا ما كان قبل نهاية الجولة التانية بحوالي دقائق معدودة وبعدها لكمات متكررة وقوية لم يتمكن ولم يقوى اليكساندر فولكانوسكي على مواجهة والوقوف امام توبوريا الاسباني وتمكن هذا الاخير من اسقاطه وتدخل الحكم وهذه اللقطة تذكرنا بواقعة اسلام مخشف الذي انهى في جوالات اللقائه امام اليكساندر فولكانوسكي اذا نزال بطعم ايجابي للبطل الجديد في وزن الرشا ويحقق الفوز لدولته ولوطنه اسبانيا اذا توبوريا الاسباني ليفع الغير مهزوم يحقق الاهم والهدف وهذا ما جعل ثقته اكثر عندما حقق فوز كبير امام اليكساندر فولكانوسكي اذا تحية لكم تحية لكل المتتبعين دعمونا باشتراككم وبتفعيل الجرس ليصل هذه الحلقة لعشاق الاميميا ولمتابعي الـ UFC اذا نترقب لقاء جديد اخر مع قناتكم يوميات متقاعد في نفس المجال وفي مجالات اخرى نعيدكم بكل ما هو ايجابي وهادف في الشسم كان معكم احمد بالبول القاكم في رعاية الله الى اللقاء لا تنسوا تقاسم هذه الحلقة لتصل لكل عشاق هذه الرياضة في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة